السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر عمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان العمليات على المتجهات وهو الدرس الثاني من الوحدة السادسة الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا التعرف على متجهي الوحدة القياسيين ثانيا جمع المتجهات هندسيا بطريقتي الرأس للذيء ومتوازي الأضلاع سوف نتعرف الآن على متجهي الوحدة القياسيين بالنظر للشكل أمامك تجد أن هناك متجهي أحدهما أفوقيا في اتجاه محور X ويسمى I طوله وحدة واحدة والآخر رأسيا في اتجاه محور Y ويسمى J وطوله أيضا وحدة واحدة حيث I equals 1 and 0 ويسمى I وجي متجهي الوحدة القياسيين في المستوى الإحداثي ثناء البعض ولكن ما أهمية دراستنا لمتجهي الوحدة القياسيين؟ تكمل أهمية هذين المتجهين في أنه يمكننا كتابة أي متجه V equals A and B في المستوى الإحداثي ثناء البعض بدلالة I and G كما بالشكل وذلك كما يلي قمنا بالتعبير عن المتجه V بدلالة مركبتيه A and B يمكننا كتابته بشكل آخر حيث V equals A و 0 plus 0 و B ويمكننا أيضا أخذ A و B عامل مشترك ليصبح V equals A multiply 1 and 0 plus B multiply 0 and 1 ولكن ماذا يمثلان المتجهين 1 and 0 و 0 and 1؟ نعم 1 and 0 يمثل المتجه I 0 and 1 يمثل المتجه G ومن هنا يمكننا كتابه V equals AI plus BG حيث استطعنا التعبير عن المتجه V بدلالة متجهي الوحدة القياسيين I and G والآن انتهينا من التعرف على متجهي الوحدة القياسيين وسنتعرف على العمليات على المتجهات هندسية يمكننا التعبير عن مجموع المتجهات هندسيا باستعمال أسهم بطريقتين الطريقة الأولى تسمى طريقة الرأس للذيل وتلخص هذه الطريقة في أننا نقوم بتمثيل المتجه U تمثيلا قياسيا ثم نرسم المتجه V بحيث أن ذيل المتجه V يبدأ من رأس المتجه U لذلك سميت هذه الطريقة طريقة الرأس للذيل أخيرا نقوم برسم سهم من نقطة الأصل حتى نهاية المتجه V حيث يعبر هذا السهم عن المتجه U plus V الطريقة الثانية هي طريقة متوازي الأضلع وتعتمد هذه الطريقة على إكمال السهمين اللذي يمثلان المتجهين U and V في التمثيل القياسي لتكوين متوازي أضلع وطره هو السهم الذي يمثل U plus V الآن سنقوم تفصيلا بشرح الطريقة الأولى وهي طريقة الرأس للذيل لإيجاد مجموع متجهين هندسيا بطريقة الرأس للذيل أولا نقوم بتمثيل المتجه U بسهم من نقطة الأصل إلى النقطة U1 and U2 ثانيا نمثل المتجه V عن طريق رسم سهم من النقطة U1 and U2 إلى النقطة U1 plus V1 و U2 plus V2 ثالثا نقوم برسم سهم من نقطة الأصل إلى النقطة U1 plus V1 و U2 plus V2 ليعبر هذا السهم عن المتجه U plus V والآن مع الطريقة الثانية وهي طريقة متوازي الأضلع أولا نمثل المتجه U بسهم من نقطة الأصل إلى النقطة U1 and U2 ثانيا نمثل المتجه U2 plus V1 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 نفس اتجاه المتجه U ومساوي له في المقطار ليصد إلى النقطة U1 plus V1 and U2 plus V2 رابعاً نكمل رسم متوازي الأضلاع عن طريق سهم موازي للمتجه V يبدأ من النقطة U1 and U2 وينتهي عند النقطة U1 plus V1 and U2 plus V2 خامساً نرسم سهل بداية نقطة الأصل ونهاية النقطة U1 plus V1 and U2 plus V2 ليمثل هذا السهم المتجه U plus V وهو السهم الممتد على طول وقت متوازي الأضلاع بداية من نقطة الأصل والآن مع مثال رقم 3 صفحة رقم 133 أوجد مجموعة المتجهين U equals 4 and 8 وV equals 3 and negative 6 بيانياً بطريقة متوازي الأضلاع ثم جبرياً الحل أولاً لإيجاد مجموعة المتجهين U and V بيانياً بطريقة متوازي الأضلاع أولاً نرسم السهم UB الممثل للمتجه U حيث بداية نقطة الأصل ونهاية النقطة B4 and A ثانياً نرسم السهم UC الممثل للمتجه V حيث بداية نقطة الأصل ونهاية النقطة C3 and negative 6 ثالثاً نرسم موازي للمتجه U بداية من النقطة C3 and negative 6 حيث نتحرك أربع وحدات يميناً وثماني وحدات لأعلى رابعاً نكمل متوازي الأضلاع عن طريق رسم موازي للمتجه V بداية من النقطة B ليتلاق السهمان الموازيان للمتجه U and V عند النقطة D7 and 2 والتي تمثل الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع خامساً نرسم سهم بداية نقطة الأصل ونهايته النقطة D ليمثل هذا السهم المتجه U plus V وهو وطر متوازي الأضلاع الذي يبدأ من نقطة الأصل إذن U plus V equals 7 and 2 ثانياً لإيجاب مجموع المتجهي U plus V جبرياً تذكر معي أن U plus V equals U1 plus V1 and U2 plus V2 ومن هنا نجد أن U plus V equals 4 and 8 plus 3 and negative 6 equals 4 plus 3 and 8 minus 6 equals 7 and 2 وهي نفس النتيجة التي توصلنا إليها بيانياً من خلال الحل عن طريق متوازي الأضلاع عزيزي الطالب تذكر معي أنه يمكننا إيجاد مجموع المتجهي U plus V بيانياً بطريقة الرأس للزيد كما يلي أولاً نقوم برسل سهم يمثل المتجه U يبدأ من نقطة الأصل وينتهي عند النقطة B4 and 8 ثانياً نرسم سهم يمثل المتجه V يبدأ من النقطة B4 and 8 وينتهي عند النقطة D7 and 2 ثالثاً نرسم سهم من نقطة الأصل إلى النقطة D7 and 2 حيث يمثل هذا السهم المتجه U plus V equals 7 and 2 وهذا ما توصلنا إليه جبرياً وبيانياً بطريقة متوازي الأضلاع والآن مع حاول أن تحل تمريم 14 صفحة رقم 138 ليكن MN equals 9 and 12 و NO equals 2 and 7 أوجد MN plus NO جبرياً وبيانياً والآن جاء دورك عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك نعم أحسنتم جميعاً والآن لإيجاد مجموع المتجهين MN plus NO أولاً جبرياً تذكر معي أن U plus V equals U1 plus V1 و U2 plus V2 أي أن MN plus NO equals 9 and 12 plus 2 and 7 equals 11 and 19 ثانياً سنقوم بإيجاد مجموع المتجهين MN plus NO بيانياً بطريقة متوازي الأضلاع أولاً نرسم السهم UB الذي يمثل المتجه MN بداية من نقطة الأصل إلى النقطة 9 and 12 ثانياً نرسم السهم OC الذي يمثل المتجه NU بداية من نقطة الأصل إلى النقطة 2 and 7 ثالثاً نرسم موازي للمتجه NU بداية من النقطة B لنصل إلى النقطة D 11 and 19 رابعاً نكمل متوازي الأضلاع برسم سه موازي للمتجه MN خامساً نرسم سه يبدأ من نقطة الأصل وينتهي عند النقطة D ليمثل هذا السه المتجه MN plus NO ومن هنا نجد N MN plus NO equals 11 and 19 وهذا ما توصلنا إليه من الحل جبرياً والآن معاً حاول أن تحل تمرين 27 صفحة رقم 139 أوجد مركبتي وقياز زاوية اتجاه المتجه 7 multiply cosine 135I plus sine 135G استعمل الطريق الجبرية وقرب الإجابات إذا لازم الأمر عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك أحسنتم جميعاً حقيقةً قبل البدء بالحل أودت طرح سؤالاً هامل كيف يمكننا التعبير عن المتجه V بصور مختلفة كما درسنا سابقاً؟ نعم أحسنتم يمكنني التعبير عن المتجه V بدلالة مركبتيه A and B حيث V equals A and B ويمكنني أيضاً التعبير عن المتجه V بدلالة زاوية اتجاهه ومقداره حيث V equals absolute value of V cosine theta وابسليوت value of V sine theta وكذلك يمكنني التعبير عن المتجه V بدلالة متجهي الوحدة القياسيين I and G حيث V equals A I plus B G والآن مع الحل أولاً يمكنني إعادة كتابة المتجه ليصبح V equals 7 cosine 135 I plus 7 sine 135 G ثانياً لإيجاد مركبتي المتجه V نجد أن V equals A I plus B G equals 7 cosine 135 I plus 7 sine 135 G يمكنني أيضاً كتابة V equals A and B equals 7 cosine 135 and 7 sine 135 لنجد أن A equals 7 cosine 135 ومن هنا A equals negative 7 root 2 over 2 أيضاً نجد أن B equals 7 sine 135 أي أن B equals 7 root 2 over 2 ومن هنا نجد أن المتجه V equals negative 7 root 2 over 2 and 7 root 2 over 2 ولإيجاد قياس زاوية اتجاه المتجه ثيتا لاحظ معي أن V equals absolute value of V cosine theta and absolute value of V sine theta وأيضاً V equals 7 cosine 135 and 7 sine 135 بالمقارنة نصل إلى أن theta equals 135 degree ويمكننا أيضاً تمثيل المتجه V بيانياً كما بالشكل لنجد أنه يصنع مع الجزء الموجب من محور X زاوية قياسها 135 degree وهي زاوية اتجاه المتجه وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم المزيد من التفوق دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة